ولتكتمل صورة التحديات انتقد تقرير بريطاني تعاطي وزارة الموارد المائية في العراق مع تداعيات الجفاف الذي يضرب أراضي البلاد ويحولها إلى صحراء قاحلة مع عواقب مدمرة على حياة المزارعين الذين يشكلون ثلثة سكان العراق واستهلت صحيفة الجاردين البريطانية تقريرها بالقول إن الأرض الخضراء تتحول إلى صحراء قاحلة في منطقة الهلاء الخصيب بسبب شح المياه فيما يؤدي نظام الري الذي يبلغ عمره ثمانية آلاف عام وسوء الإدارة إلى تفاقم أثار الجفاف وموت المحاصيل ونفوق الماشية وأوضح التقرير أن مياه الري تتضفق عبر شبكة من القنوات المفتوحة مما يؤدي لزيادة نسبة التبخر عندما يتتخطى درجات الحرارة نصف درجة الغليان بينما تزداد عندما تصل المياه إلى الحقول إذ أن المزارعين يستخدمون تقنيات الاعتماد على فيضان المياه بدلاً من الري بالتنقيط أو الرش الأكثر دقة وتوفيراً